نحن التطوع والتطواد روحنا للخير تأخذنا لغل أشواك عملية إنشاء مدونة هي أشبه بعملية إنشاء مواقع أو سايت على تطبيقات جوجل لكن تعتبر تطبيق البلوجر أو المدونات من التطبيقات المجانية اللي بتحالنا شركة جوجل وبلايق عليها نفس التولز اللي أنا أقدر يعني معظم التولز أو معظم الأدوات اللي أنا محتاجها داخل أي موقع من عملية استبيان من عملية إدراك صفحات من إدراك متابعة للموقع أو للبلوجر من إدراك صورة إدراك فيديو إدراك بعض النصوص وتنسيقاتها كل الحاجات دي هتلاقيها بسهولة متاحة معي على البلوجر الخاص بشركة جوجل في بعض المواقع كتيرة بتتحلي عملية إنشاء مدونات لكن أنا يمكن اكتصرت شوية على بعض التطبيقات الخاصة بجوجل لأن أنا بجد من خلال يوزر واحد من خلال أكاونت واحد يوزر نيم وباسورد أقدر أستعمل كل التطبيقات اللي إحنا خدناها قبل كده سواء عملية إنشاء اختبار إلكتروني أو إنشاء مدوانة عملية استخدام حساب بريد إلكتروني عملية استخدام قناة خاصة على اليوتيوب عملية إنشاء مستند ومشاركة بعض المستندات عملية إن أنا أدرج موقع معين من خلال خرائط جوجل كل التطبيقات اللي إحنا خدناها قبل كده استخدام محرك بحث استخدام البحث عن صور فيديوهات عمد صورة أقدر أبحث عليها كل الحاجات دي أقدر أستخدم من خلال أكاونت واحد بس أقدر أستعمل كل التطبيقات الماضية وإن شاء الله بإذن الله هنحاول نشرح كمان كيفية إنشاء قناة خاصة على اليوتيوب وإدارتها إزاي أقدر أنشئ قوائم أو بلاي لست خاصة بمحاضرة معينة أو بمجموعة محاضرات إزاي أقدر أدرج الفيديو الخاص بي على أكتر من قائمة وأكتر من بلاي لست كل الحاجات دي هنعرفها إن شاء الله النهار تعال ما ننتقل للجزء العملي وبجد أهم ما يميز تطبيقات جوجل في إنشاء أو في استخدام التطبيقات الخاصة بيها جميعا بجد إن هو بيتحلي أي اشتراك مثلا في قناة الخاصة بيها على اليوتيوب إضافة إلى الدوائر الخاصة بأحد الأشخاص على شمكة التواصل الاجتماعي جوجل بلاس التعليق على المدوانة الخاصة بيها أي فعل شيء من داخل هذه التطبيقات لأي شخص خارجي أو أي تعديلات على أحد الأفعال أو الأحداث اللي أنا أنشأتها بيديني مباشرة بيها إشعار أو بيديني بيها رسالة خاصة بيجي لي على البريد الإلكتروني الخاص بي على شركة جوجل بنفس الحساب اللي أنا أنشأت بيه هذه المدوانة وأنشأت بيه القناة وأنشأت بيه الحساب على الجوجل بلاس بيجي لي رسالة خاصة بتيجي من ضمن تطبيق حذركم شايفين معي بيجي لي بعض الإشعارات على دخل البريد الإلكتروني فيه تبويب اسمه الخدمات الاجتماعية أو البريد الخاص بالشبكات الاجتماعية tarima زي ما حالكوا شايفين في بعض الناس جوبت على المدونة الخاصة بيه في بعض الناس يضعوني إلى الدوائر الخاص بيهم في بعض الناس تابعني مثلا او أنا كنت متابع مثلا في بعض الناس نشرت على المدوانات الخاصة جوجل نيدوكيشوي بيجي لي ك favour الحادات ديت بها اشعارات وابدأ ان انا اشوف الاشعار ده هل انا عايز اتبعه ولا لا بقدر ادخل عليه بيوجهني مباشرة دي الجزئية اللي انا عايز اتوجه اليها او احد التطبيقات اللي انا عايز اتوجه اليه دلوقتي ابدأ اعرف ازاي انشئ مدونة او بلوجر لو انا كتبته انهوت بلوجر ابدأ يدخلني على موقع الرئيسي او لو انا ضغطت على المزيد وادخل على بلوجر ابدأ ادخل بيه الاكاونت الخاص بيه هنا بيقولي اللغة الاصلية اللي انت هتشتغل من خلالها ابدأ اقفل واحد منهم وابدأ اشتغل مع الباقي اللغة الاصلية اللي انا هتفاعل بيها هي اللغة العربية بعد كده اقول له متابعة هنا بنلاحظ ان انا تقريبا ما انشأتش اي مدونات من خلال الحساب بتاعي اللي هو سلمان 2010-11 لكن في بعض مدونات انا مشترك عليها فاجت لي بعض الاشعارات الخاصة بيها زي المدونات اللي احنا نشأناها ليها اسمها مال تعريفه او استخدام التكنولوجيا في التعليم وهنا بيديني اشعارات عن ما تم انجازه خلال الفترة الماضية هنا هقول له ان انا عايز انشئ مدونات جديدة هنا بيطلب مني اسم النموذج بتاعي لو انا هنشئ افتر مدونات هنا اكتب هنا url بيقول لي ان الاسم ده مستخدم قبل كده فانا هقول له 2015 بعرضك بيقول لي الاسم ده مستخدم فانا سمتها idiotic salman خلاص هو بيقول لي هنا ان الاسم ده بدأ معملي عليه عليه على منصحي بقي الاسم ده عادي ابدأ استخدم القالب اللي انا هبدأ انشئ عليه وليكن انا هستخدم القالب ده هنا زي ما حالكم شايفين دي الصفحة الافتراضية ببدأ من خلالها ان انا اكتب عنوان للمشاركة بتاعتي وليكن مقدمة ابدأ ادرج النصوص اللي انا عايز ادرجها فانا هستعين بالمدونة بتاعتنا هي اسمها استخدام التكنولوجيا بالتعليم لادرج بعض النصوص وليكن هاخد مثلا بعض النصوص دي ويجي ادرجها هنا فرضا ان انا حبيت ادرج صورة معينة هنا اقدر ادرج صورة هنا اقدر ادرج فيديو هنا لو انا عايز ادرج url لو انا كتبت نص معين وعايز اعمله hyperlink ابدأ وليكن مثلا اعلم على الرابط ده هوك على النص ده واقول له اضافة رابط وابدا احط الرابط اللي انا عايز اضيفه هنا لو انا عايز اوجه القارئ لبعض الصفحات الاخرى او بعض الاشياء التانية اقدر اقول له ان هو يفتح لي اللينك ده في نافذة جديدة وبعد كده اقول له موافق يبقى انا عملت النص اللي قدامي ده كأنه hyperlink لو انا عايز ادرج صورة وليكن مثلا الصورة ديت انا محتاجها اقدر اقف على الصورة click main واخد url الخاص بيها اقول له نسخي مكان الصورة او بلاقي في بعض النسخ copy url ادخل على المدونة الخاصة بي اقول له ادرج صورة ومن ادرج صورة ابدأ اقول له لو الصورة دي عندي ابدأ احملها او اقول له من مدونة تانية او اختار url اي صورة في اي مكان بس طمع الطريقة دي لا تفضل اوي لان ممكن صاحب المدونة او صاحب اي مكان انا اخدت من عنده الصورة ممكن يحزفها وبالتالي انا هتتغير معي بتغير المكان الرئيسي بتاع فانا بوقفت عليها بيديني بعض الاحجام من اللي انا عايز اخليها كبيرة اوي او عايز اخليها متوسطة كل ديت ابدأ اعدل فيها حبيت ان انا ادرج فيديو افتحت هنا وابدأ هو بيعمل ترقيم تلقائي سلسل وابدأ اقول له ادرج الفيديو هنا هيدخلني على القناة الخاصة اما احمل الفيديو او اجيبه من اي مقطع تاني ادرج ال URL الخاص بالموقع باي موقع او من على القناة الخاصة بيه على اليوتيوب وليكن مثلا انا هدرج الفيديو ده هنزل تحت شوية لو انا عايز ادرج بعض اللينكات الاخرى ادرجها طبعا لو لقيت في بعض المشاكل في الضبط دي الضبط بتاعي سواء من ناحية المحاذاة او من ناحية محاذاة المصوص كل الحاجات ديت موجودة في الورد انا هتعامل معها كأنه بتعامل مع ملف في ورد عادي جدا بعد عملية الضبط اللي انا شايفها دلوقتي ابدأ اقول له نشر او حفظ وابدأ اقول له معينة فانا هقول له نشر لو انا عايز انشرها على جوجل بلاس هبدأ اقول له مشاركة لكن انا مش هشاركها او اقول له بدء على عملية المشاركة لو انا عايز اضيف دوائر معينة زي ما تعلمنا قبل كده اضيفها الاشخاص معينين اكتب البريد الالكترون الخاص بهم على الجيميل كل الحاجات ديت احنا شفناها قبل كده فانا هقول له مشاركة هيرفعها لي على جوجل بلاس الخاص بالحساب اللي انا شغل عليه دلوقتي حبيت ان انا عدل في نفس الاول صفحة دي تاني بقف وانا واقف عليها بلاقي فيه كلمة تحرير او عرض او مشاركة او حسف فلو انا عايز احزف المشاركة دي ابدأ احزف لو انا عايز احرر فيها ابدأ اعادل فيها من تحرير عايز اعرضها اشوفها يبقى من اعرض مشاركة مرة تانية بحيث ان هي تتم مشاركتها مرة تانية يتم مشاركتها من هنا فانا هاعرض المدونة كلها زي ما حالكم شايفين دلوقتي ده شكل المدونة بتاعتي دي الصفحة الرئيسية وهي عبارة عن صفحة واحدة وده الفيديو بتاعي ابدأ اشاهده دي النصوص دي شكل المدونة الخاصة بيه زي ما حضراتكم شايفين طيب انا عايز اضيف صفحات اضافية وعايز اعدل بقى بنفس التنسيقات اللي انا عاملها في المدونة الخاصة باستخدام التكنولوجيا في التعليم ابدأ اقفل دي مرة تانية او اتركها دلوقتي ابدأ اعرف ازاي انشئ مدونة او بلوجر لو انا كتبته انهوت بلوجر ابدأ يدخلني على موقع الرئيسي او لو انا ضغط على المزيد وادخل على بلوجر ابدأ ادخل بيه الاكاونت الخاص بيه هنا بيقولي اللغة الاصلية اللي انت هتشتغل من خلالها ابدأ اقفل واحد منهم وابدأ اشتغل مع الباقي اللغة الاصلية اللي انا هتفاعل بيها هي اللغة العربية بعد كده اقول له متابعة هنا بنلاحظ ان انا تقريبا ما انشأتش اي مدونات من خلال الحساب بتاعي اللي هو سلمان 2010-11 لكن في بعض مدونات انا مشترك عليها فجات لي بعض الاشعارات الخاصة بيها زي المدونة اللي احنا نشرناها اسمها مالة تعريفه او استخدام التكنولوجيا في التعليم وهنا بيديني اشعارات عن ما تم انجازه خلال الفترة الماضية هنا هقول له ان انا عايز انشئ مدونة جديدة هنا بيطلب مني اسم النموذج بتاعي لو انا هنشئ اكتر مدونة مثلا ولكن اسمها استخدام التكنولوجيا في التعليم او تقنيات تعليمية جديدة اكتب هنا URL بيقول ان الاسم ده مستخدم قبل كده فانا هقول له 2015 باردك بيقول لي الاسم ده مستخدم فانا سمتها idiotic salman خلاص هو بيقول لي هنا ان الاسم ده بلا معمالي عليه 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 من صحي بقي الاسم ده عادي ابدأ استخدم القالب اللي انا هبدأ انشئ عليه واللي اكون انا هستخدم القالب ده هنا زي ما حالكم شايفين دي الصفحة الافتراضية ببدأ من خلالها ان انا اكتب عنوان للمشاركة بتاعتي وليكن مقدمة وادأ ادرج النصوص اللي انا عايز ادرجها فانا هستعين بالمدوانة بتاعتنا هي اسمها استخدام التكنولوجيا في التعليم لادرج بعض النصوص وليكن هاخد مثلا بعض النصوص دي واجي ادرجها هنا فرضا ان انا حبيت ادرج صورة معينة هنا اقدر ادرج صورة هنا اقدر ادرج فيديو هنا لو انا عايز ادرج url لو انا كتبت نص معين وعايز اعمله hyperlink ابدأ وليكن مثلا اعلم على الرابط ده هوت على النص ده واقول له اضافة رابط وابدأ احط الرابط اللي انا عايز اضيفه هنا لو انا عايز اوجه القارق لبعض الصفحات الاخرى او بعض الاشياء التانية اقدر اقول له ان هو يفتح لللنك ده في نافذة جديدة وبعد كده اقول له موافق يبقى انا عملت النص اللي قدامي ده كأنه hyperlink لو انا عايز ادرج صورة وليكن مثلا الصورة ديت انا محتاجها اقدر اقف على الصورة كليك يمين واخد url الخاص بيها اقول له نسخ مكان الصورة او بلاقي في بعض النسخ copy url ادخل على المدوانة الخاصة بي اقول له ادرج صورة ومن ادرج صورة ابدأ اقول له لو الصورة دي عندي ابدأ احملها او اقول له من مدوانة تانية او اختار url اي صورة في اي مكان بس طريقة دي لا تفضل اوي لان ممكن صاحب المدوانة او صاحب اي مكان انا اخدت من عنده الصورة ممكن يحزفها وبالتالي انا هتتغير معي بتغير المكان الرئيسي بتاع فانا بوقفت عليها بيديني بعض الاحجام من لو انا عايز اخليها كبيرة اوي او عايز اخليها متوسطة كل دي ابدأ اعدل فيها حبيت ان انا ادرج فيديو افتحت هنا وابدأ هو بيعمل ترقيم تلقائي سلسل وابدأ اقول له ادرج الفيديو هنا هيدخلني على القناة الخاصة هنا اما احمل الفيديو او اجيبه من اي مقطع تاني ادرج ال url الخاص بالموقع باي موقع او من على القناة الخاصة بيه على اليوتيوب وليكن مثلا انا هدرج الفيديو ده هنزل تحت شوية لو انا عايز ادرج بعض اللينكات الاخرى ادرجها طبعا لو لقيت في بعض المشاكل في الضبط دي الضبط بتاعي سواء من ناحية المحاذاة او من ناحية محاذاة المصوص كل الحاجات ديت موجودة في الورد انا هتعامل معها كأن انا بتعامل مع ملف وورد عادي جدا بعد عملية الضبط اللي انا شايفها دلوقتي ابدأ اقول له نشر او حفظ وابدأ اقول له معينة فانا هقول له نشر لو انا عايز انشرها على جوجل بلاس هبدأ اقول له مشاركة لكن انا مش هشاركها او اقول له بدء على عملية المشاركة لو انا عايز اضيف دوائر معينة زي ما اتعلمنا قبل كده اضيفها الاشخاص معينين اكتب بريد الالكترون الخاص بهم على الجيميل كل الحاجات ديت احنا شفناها قبل كده فانا هقول له مشاركة هيرفعها لي على جوجل بلاس الخاص بالحساب اللي انا اشغل عليه دلوقتي حبيت ان انا عدل في نفس الاول صفحة دي تاني بقف وانا واقف عليها بلاقي فيه كلمة تحرير او عرض او مشاركة او حسف لو انا عايز احزف المشاركة دي ابدأ احزفها لو انا عايز احرر فيها ابدأ اعادل فيها من تحرير عايز اعرضها اشوفها يبقى من عرض مشاركة مرة تانية بحيث انه يتم مشاركتها مرة تانية يتم مشاركتها من هنا فانا هاعرض المدونة كلها زي ما حدوكم شايفين دلوقتي ده شكل المدونة بتاعتي دي الصفحة الرئيسية وهي عبارة عن صفحة واحدة وده الفيديو بتاعي ابدأ اشاهده دي النصوص دي شكل المدونة الخاصة بيه زي ما حضراتكم شايفين طيب انا عايز اضيف صفحات اضافية وعايز اعدل بقى بنفس التنسيقات اللي انا عاملها في المدونة الخاصة باستخدام التكنولوجيا في التعليم ابدأ اقفل دي مرة تانية او اتركها وارجع اروح لحاجة اسمها الصفحات واروح اقول له انشئ لي صفحة اقول له صفحة جديدة وابدأ اسم الصفحة دي وليكن المحاضرة الاولى وابدأ ادرك جواها المصوص زي ما تعلمنا في الاول النشر ادرت انشوره ممكن ااخد انا بعض المصوص زي ما حدوكم شايفين كده وقول له نسخ وارجع تاني اقول له لص suggesting . في انسخه حتى في بنفس الم video حبيت ادرك فيديو عرفنا ازاي بادرك فيديو ازاي بادرك صور لو انا قلت له نشر واقول له ادرك لي صفحة كمان وأسميها بالمحاضرة التانية وهود استخدام دلوقتي على المحاضرة التانية وابدأ انسخ بعض النصوص الخاصة بالمحاضرة التانية واروح للمدونة بتاعتي بعد إنشاء المحاضرة التانية وابدأ ألساقها وقال له ناشف وابدأ كده محاضرتين بإضافة لصفحة الرئيسية الخاصة بالناشف وبعد كده أقول له عرض المدونة ألاحظ إيه قدامي هنا إن في عرض المدونة زي ما حاضركم شايفين بقيت الصفحات مش موجودة طيب إزاي أبدأ أظهرها هي الصفحات موجودة لأن أنا أنشأتها لكن إزاي أبدأ أظهرها لو أنا ذهبت هنا عند الصفحات بالفعل هلاقي فيه عندي الصفحة الأولى والصفحات تانية وأنا موجود هنا بروح لحاجة اسمها التخطيط وفي الصف الثاني أو التالت دهوت فيه عندي حاجة اسمها إضافة أدوات أبدأ أضيف على الأدوات لو أنا عايز أضيف أدامي ضمن الأدوات دول أبدأ أطلع عليهم واشوف أفضل أدامي ممكن أن أنا أضيفها أنا عن نفسي أفضل أن يكون الصفحات الخاصة بالمدونة عندي فوق فبالتالي هقوله إن هو تأضافة صفحات وأبدأ ألاقي عندي بالفعل ظهر لي المحاضرة الأولى والمحاضرة التانية أحدد عليهم هيظهروا لي وبعد كده أقول له حفظ لو أنا عملت دلوقتي حفظ الترتيب وقلت له عرض للمدونة هاجت بالفعل إن هو أضاف لي هنا الصفحة الرئيسية والمحاضرة التانية والمحاضرة الأولى نرى المحاضرة الأولى هتأجي أن أرجعي أخرى للتصميم وأقول له franchاني المحاضرة الأولى وبعد كده المحاضرة الأولى فأجي هنا هو في تحرير للصفحات وادأ أقول له المحاضرة الأولى الأولى أُل흐 فأثحب المحاضرة الأولى وأظهرadoisan ونزل الضحة طبع الأاني وبعد كده أؤلس حفظ التعديم لأمثل لو أنا no.v قلت له عرض المدونة بالفعل هجد ان المحاضرة الرئيسية بعد كان محاضرة الاولى بعد كده المحاضرة التانية اتأكد ان الروابط بتاعتي شغالة اقول له محاضرة الاولى شغالة بالفعل المحاضرة التانية شغالة طيب فرضا ان انا وانا دلوقتي طبعا في الاداة دي ابدأ اعدل فيها لو انا اضيفت اداة جديدة او اضيف رابط خارجي كل الاداة دي تبقى شكل ما شايفين فرضا ان انا جيت دلوقتي وضفت اا في التصميم هروح تاني للصفحات واقول له ضف لي صفحة جديدة والصفحة جديدة ديت واللي يكون هي المحاضرة التالتة اخد بعض النصوص الخاصة بالمحاضرة التالتة وروح للتصميم بتاعي الزقه واقول له دي المحاضرة التالتة واقول له نشر واجه اقول له دلوقتي عرض للمدونة طبعا هقفل كل اللينكات اللي عرض مدونة ما ادرجش المحاضرة التالتة فبدل ما ادخل تاني للتخطيط وادخل على تحرير وكل الحاجات دي وانا واقف هنا في طبعا داخل بالاكاونت الخاص بيه تمام ابدأ اجد ان المحاضرة التالتة بالفعل موجودة بس مش عامل عليها تشيك بمجرد ان انا بعمل عليها تشيك بيتم اضافتها هنا وتم طبعا اضافتها في الاخر اقول له حفظ بمجرد انها بعمل ريلود بيبدأ انشاط لي النافذة زي ما حضراتكم شايفين اصبح عندي المحاضرة التالتة فعالة ايضا بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبدأ دلوقتي في فيديو جديد بيتكلم عن كيفية التسجيل من خلال برنامج كامتاسيا وده شكل البرنامج بعد عملية التسطيط هو اسمه كامتاسيا ريكورد ده البرنامج اللي من خلاله هبدأ اشتغل او اعمل عملية التسجيل ده كامتاسيا ستوديو سبعة ده اللي من خلاله هبدأ اعمل عملية المونتاج او عملية تركيب الصوت او مع الصور مع قص بعض الديديوهات او بعض المقاطع اللي انا مش محتاجها كل حاجات ده نعرفها تبقى اول حاجة زي بابدأ اعمل عملية التسجيل بمجرد انها بضغط زي ما حدركم شايفين معي دلوقتي هيبدأ اعد عد تنزلي من ثلاثة للا واحد وبعد كده هيبدأ عملية التسجيل هو دلوقتي يعتبر بيسجل سطح المكتب زي ما حضراتكم شايفين معي طبعا ديت ببدأ اعمل عملية توقف او برجع تاني طبعا ممكن استغني عن ديت ان الفيديو بيكون شغال معي تحت زي ما حدركم شايفين هنا دلوقتي بيبقى فيه علامة شكل خضرة كده بتايد وبتطفي ديت بتدليلي ان الفيديو او الريكورد يشغال دلوقتي البرنامج الكمتاسي طيب اقدر ان انا اشغل فيديو اوقفه من خلال فتسعة دلوقتي فتسعة شوفت انا السواني وقفة فتسعة كمان مرة بيبدأ يعمل ايه بيبدأ يعمل عملية التسجيل مرة تاني لو انا حبيت اوقف الفيديو خالص ويبقى انا كده نهيت التسجيل بضغط على فعشرة بجد انه هو بينهيلي عملية التسجيل ويبقى اقدروا شايفين معي او اتصور بعض الفيديوهات لو انا عايز احذف الفيديو ده هو وليقيت انه هو الصوت او صورة مش مضبوطة اقوله دليت لو انا عايز اقوله سيف بيعمل له عملية سيف وبيحفظه بيكستنشن او بانتداد الكاميري بيحفظه لي على فولدر معين او انا بحديده فولدر معين بيتم الحفظه فيه عايز اسميه باسم معين بسميه وبعد كده اقول له سيف بانا كده عرفت ازاي بحفظ الفيديو بتاعي هو بيفتحولي على برنامج الكامتاسيا ستوديو وببدأ اغير في الاعدادات بتاعه طبعا انا ممكن اترك الاعدادات زي ما حدكو شايفين كده بنفس الاعدادات دي 640x342 لكن الافضل ان انا بعلي resolution شوية وبعلي امتداد بتاعي فخليه ان هو هيترفع على كأنه high definition او جودة عالية من خلال 1280 بيكسل في 720 بختارها كده ببدأ اقول له اوكي هو ادرج الفيديو لو انا مثلا عايز ادرج فيديوهات اخرى بقوله import ببدأ احد الفيديوهات اللي انا عايز ادرجها وافتحها ولو انا وجدتها عندي هنا ببدأ اقول له add timeline على المنصه من تحت هنا بيتم اضافته ببدأ دلوقتي بدأت عملية التسجيل مرة تانية زي ما حدكو شايفين لكن قبل عملية التسجيل انا وقف عملية التسجيل مرة تانية واجي الغي الفيديو ده الفيديو ده انا مش محتاجه ابدأ الغي انا لغيته بالفعل زي ما حدكو شايفين في كذا طريقة عندي ان انا ابدأ احدد ازاي ازاي انا ببدأ اسجل سطح المكتب انا دلوقتي معايا سطح المكتب اهوت ببدأ احدد الاعدادات بتاعتي هل هي زي ما حدكو شايفين كده اقول له مثلا full screen هيبدأ يحدد لاطار سطح المكتب كامل او بقول له في custom هنا واحدد انا المساحات بتاعتي سواء من اعلى لاسفل او من اليمين الى اليسار هنا بحدد ازاي كنت انا هشغل المكروفون ولا لا ببدأ احدد مثلا جودة المكروفون بتاعي وابدأ احدد العلو او الانخفاض في الصوت لو انا عايز اشغل الكاميرا بتاعتي برضك اقدر اشغلها من هنا هيشغل الكاميرا الخاصة باللاب عندي وهيبدأ يلتقط الصور معايا كمان انا هقفلها هنا بعض التولز الخاصة ببرنامج هنا هدخل على option واختار option هنا ببدأ اتحكم في اعدادات الصوت والفيديو هنا ببدأ اتحكم في اعدادات اللي هي F9 اللي هي عملية التوقف مؤقتا stop بيبقى F10 marker لو انا عايز ابدأ اكتب من خلال control و M screen draw لو انا عايز ارسم control و shift و D selector دي بعض الحروف اللي بتدلي انا بعمل ايه داخل البنان قلو cancel هنا الافكت زي ما حانوك شايفين وانا بشرح بيبقى فيه معايا cursor او المؤشر ماوس بيبقى فيدي زي اشارات اقدر من خلال cursor واختار highlight cursor click يعني بيديني بعض الاشارات خلال الماوس لو انا ضغطت click يمين او click small بيديني الوان معايا لو انا عايز مؤشر ماوس يديني صوت ببدأ اولو use mouse click sound ده بالنسبة لبعض الاعدادات الخاصة ببرنامج كامتاسي طيب تعالوا ما نشوف دلوقتي ازاي اقدر اشتغل على البرنامج وليكن مثلا ده فيديو معايا زي ما حادكم شايفين لقيت الصوت انا بشغل دلوقتي الصوت وافتع على timeline زي ما حادكم شايفين معايا هو بالكلم بس الصوت يمكن منخفض فانا بوقف الصوت ده شوية وليكن مثلا انا عندي مقطع معايا انا عايز اعلي الصوت بتاعه وابدأ احدد المقطع بتاعي وابدأ اقول له في الاوديو وابدأ اعلي الفوليوم لو حضراتكم لاحظين ان المنطقة بس اللي انا محددها هي العليت قلتوا لأ ده انا مش محتاج كده ده انا محتاج الصوت كله يعلى فبالتالي انا هرجع تاني او ريموف اوديو نرجع كل حاجه تاني لاصلها ومجرد ووقوفي بقى فقط على الاوديو لو انا عندي هنا خمسين يعني خمسين فيديو جنب بعض وانا واقف بس على الاوديو وعملت فوليوم اب هيبدأ يعليلي كل الفيديوهات لو انا جيت شغلت مرة تانية هقف دلوقتي على timeline بدا يعلي الصوت لو انا جيت دلوقتي بجد ان في بعض الاطارات مش مضبوطة عندي في زوم بام باجي بقف عليها كليك يمين وقال له سناب تو فيديو بيبدأ يحددلي الاطار على الشاشة كاملة ده في بعض الناس ممكن يعمل زوم مثلا على مكان معين لو هو عايز يعمل زوم على مكان معين وهكذا زي ما حضركم شايفين معي لو انا حبيت اضيف بعض النصوص باجي مثلا وليكن هنا اضيف ساهم معين بابدأ اجي ارسم شكل السهم اللي انا عايز اضيفه وليكن مسلا سهم كده مثلا حاجة اخفي بها مثلا بعض الاشياء اللي هنا بقف زي ما حضركم شايفين كده بابدأ احدد الوقت بتاعها يعني اقدر انها امد الجزئية الخاصة بتاعتها زي ما حضركم شايفين او اوقفها بحيث ان انا لو جيت شغلت التايم لايم فهتنام مبهودة معي لكن انا عايز اخليها في نهاية الفيديو بس بقف عليها وابدأ اجي من احد الاسهم وابدأ اقول له شكل هالي مسلا من اللوح انا حاليا انه عايز ادرك بعض النصوص اقف بي المؤشرة زي ما حالتكو شايفين معي دلوقتي وابدأ اكتب على النص من هنا واختار اللون بتاعي والليون انا اكتب باللون الاحمر اكتب مثلا بسم الله طيب لا انا بفرض ان انا محتاج ادرج بعض الفيديوهات عندي على المنصة اقول له امبرد ميديا وابدأ احدد الفيديو اللي انا محتاجه وقول له اوكي عايز ادخله عندي على ال Timeline تحت اقول له Add Timeline يتم ادرجه تحت عايز اوجر عليه بعض التأثيرات طبعا انا معلي الصوت ده فمش هينفع عليه مرة تانية فهبدأ اقل السعر اللي عندي دي وابدأ احدد النطاق بتاعي وابدأ اعلي الصوت الخاص بي طب فرضى ان انا جيت في النقطة ديت فرضى ان انا جيت عند النقطة ديت وعايز اقطع الفيديو يعني عايز احزف الجزئية اللي الباقية دي كلها بحدد عليها بالجنبين الخاصين بالمؤشر واقف عليهم بمجرد ان انا وقفت على الجنبين دول اضغط delete بيتم حسفه طيب فرضى ان انا جيت في المنتصف هنا وحبيت اعمل اقطع بقى في click main واقول له split مثلا اه حبيت اقطع على اساس ان ممكن ادخل فيديو تاني في منتصف المقطعين دول او ادخل صورة وابدأ اعقب بصوت وانواقف هنا زي ما حالكوا شايفين اقدر وانواقف على اي فيديو انا ادركته مثلا اولو add timeline هيتم ادرك الفيديو ده مباشرة في المنطقة لو انا قللت شوية كده هلاقي بالفعل تم ادراج الفيديو في المنطقة اللي انا كنت واقف عليها بمؤشر ماوس بين اخر نقطة وبين نقطة اللي انا كنت واقف عليه فانا هقف عليها مرة تانية عشان حضرها كتشوفوا وانواقف كده هقول له click main وانواقف عليها اقول له add timeline وانت عايز تدريكه هقول له ايوة بالفعل ادركها لي بين المؤشرين اللي انا كنت واقف عليهم بس اهم حاجة بكون اعمل speed اولا طيب انا عايز ادرك مثلا محتاج ان انا اسجل صوت انا جيت وانا شغال دلوقتي حبيت ان انا اسجل الصوت مثلا في مقطع معين مش عاجبني الصوت بتاعه ابدأ اقول له voice وابدأ اقول له start record زي ما حالتكم شايفين معايا هيبدأ وانا بتكلم دلوقتي هيتم تسجيل الفيديو هقول له stop record هو هسجل لي الملف ده هوت باسمه معاين ولياكم مثلا على سطح المكتب هقول له save هيحفظ لي الملف ده هوت ابدأ استدعيه مرة تانية عندي على المنصة وابدأ ادخل عليه الصور او فيديو هاتي الفوق هنا بيبقى بيتم اضافة الصور وتحت هنا بيتم اضافة الصوت فانا لو جيت هنا وانا واقف قلت له import media وجيت اجيب الصوت اللي انا اسجلته هو تقريبا ادرجه تلقائي follow timeline هو ادرجه لي تلقائي فين ادرجه لي تلقائي في ال audio 2 ال audio اللي فوق ده هو الصوت المايكروفون واللي تحت ده بيبقى الصوت الخارجي يعني مثلا انا شغال من سماعة جاب صوت خارجي من سماعة او كده تم اضافته تحت فهو اضافه تحت انا ممكن انا اطلعه مكانه مش مش قادر اطلعه فوق فهفك هنا الربط بين الفيديو والصوت وابدأ اطلع الفيديو مرة تانية زي ما حدثكم شايفين وابدأ ولياكم مثلا انا هنكب بعض الصور هنا فهوله امبورت ميديا وابدأ اجيب بعض الصور لي ادرجها على ولياكم مثلا انا هجيب الصور دي اقوله Add Timeline ادرجت انا الصورة دي زي ما حدثكم شايفين ابدأ اكبر شوية عشان ابقى شايف انا شغال في اي مساحة بالضبط زي ما حدثكم شايفين معي ابدأ اسحابها بغاية ما تحدد على تبقى مساوية للصوت اللي تحت وبكده قدرت اركب صوت مع صورة في الاخر خالص بعد ما بنهي الشغل بتاعي بابدأ اقوله Produce and Share ازاي ابدأ اشير الفيديو ده هوت او اطلعه بجودة ينفع اي ان اعمل لها عملية Share او Upload على اليوتيوب بعد كده بختار من من هنا Custom وبقعد كده اقوله Next بقى ملاحظ اننا محدد على SWF او MP4 دي تعتبر من افضل الاكستنشن او الامتدادات اللي يتم رفعها على اليوتيوب هنا لو انا عايز اختار Logo يتم اضافته طبعا دلوقتي مش هيضيف Logo لو انا اضافته كده هيعتبر ان ادي Logo واقدر من خلال هنا ان انا بحدد اللوجو اللي انا عايز اجيبه مثلا وليكم صورة معينة من عندي ده ابدأ احدد المساحات بتاعتها هل هي التحرك بتاعها يبقى اعلى او اسفل المساحة بتاعتها اكبر او اصغر انا اقوله طبعا Cancel كل الحاجات دي واشيل علامة Logo Next واسميه مثلا باسم معين بعد كده اقوله هنا المقه هيتم اخراجه هيتم اخراجه هيتم اخراج الفيديو ده على الديسك توب على ملف اسمه تسجيل وجوه ملف اسمه يوتيوب هيتم عمل render للفيديو دلوقتي وبعد الانتهاء نشوفه ان شاء الله وبكده يكون انتهى ودي الصورة في النهاية اللي تم تركيب عليها النص او الصوت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدين صلى الله عليه وعلى عليه وصحبه وسلم ان شاء الله نبدأ مجموعة من المحاضرات الجديدة هاعرف من خلالها ازاي اقدر اتعامل مع القناة الخاصة بي على اليوتيوب ازاي اقدر ارفع ملفات طبعا بالدخول على موقع جوجل اقدر ان انا انا ادخل بالاكاونت بتاعي بمجرد ان انا بضغط على اليوتيوب بروح مباشرة على القناة الخاصة بي على اليوتيوب من هنا بيديني بعض الماكاتع الفيديو المقترحة لبعض القناوات اللي انا مشترك عليها زي قناة النادة نوتكورس بيديني بعض الفيديوهات الخاصة او اللي انا شاريتها بعض القناوات دي دي اشتراكاتي هذه بعض القناة الايوتيوب التي اشتراكت عليها لو انا نريد الدخول ان اذهب اليوتيوب نذهب اليوتيوب من هنا جميل حتى اضغط على الق 좋아요 هذه هي اعطل ا Mehrte WH masters computer و فيسبوك ,جوجل بلاس , السايت الخاصبي دي الصفحة الرئيسية عليها كل الفيديوهات اللي انا انشأتها وحملتها على القناة الخاصة بيه على اليوتيوب اول حاجة زي اعرف ان انا احمل فيديو على اليوتيوب بضغط من قائمة من هنا تحميل او ابلود وببدأ هيوجهني لنافذة النافذة دي من خلالها بضغط هنا او بسحب الفيديو اللي ادرجه هنا لو انا ضغطت هنا بكليك شمال ابدأ ابحث عن الفيديو اللي انا عايز احمله احدد الفيديو اللي انا عايز ارفعه على القناة واللي يكون هو الفيديو ده بيبدأ يحمله لي ده العنوان اللي هيظهر اسفل الفيديو او على الفيديو ده وصف او ديسكريبشن خاص بالفيديو بتاعي طبعا هو يفضل لو انا بعمل وصف بيكون اول اسم باخده عندي هنا في الوصف هو الاسم اللي موجود في العنوان الفيديو فبحطه مرة تانية هنا ومرة تالتة بابدأ احطه هنا هوت فيه التاجز الخاصة بالفيديو في الوصف اقدر اخد مثلا اكتب بعض الحاجات التانية الخاصة بمحتوى الفيديو ابدأ اكتب بعض الوصف واقدر اكتب نفس العنوان باللغة الانجليزية وحطه بجوار العنوان باللغة العربية بحيث انه يساعد في عملية البحث والترويج دي الفيديوهات اللي انا بعملها وكذلك في التاجز دي بعض المعلومات الرئيسية ده هيتم تصنيف الفيديو ده على انه فيديوهات عامة اقدر من هنا اقدر اعمل انشئ بعض القائم وليكن انا هسمي القائمة عندي نهوات البريد الالكتروني وابدأ اقول له انشئها لي القائمة ديت واسميها اخليها عامة وبعد كده اقول له انشئ واعلم عليها دلوقتي لو انا عندي اكتر من قائمة بعلم على القائم اللي انا عايز ادرك فيها الفيديو ده وطبعا هنا اخترنا عامة هنا لو انا ضغطت على نشر اثناء التحميل زي ما احدادكم شايفين معي دلوقتي هو دلوقتي بقى يلو دقيقة لو انا ضغطت على نشر هيبدأ ينشرلي الفيديو ده مباشرة لو انا شلت علامة النشر ديت يبقى او سبتها زي ما هي مش هيتم نشر الفيديو الا بعد ما ييجي اقول له عملية النشر بعد اعداد الفيديو فانا هقول له عودة للتعديل وانا لسه مايتمش نشر الفيديو فهاء ارؤى هسب الاعدادات متقدمة وممكن من هنا بابدأ اغير في بعض الاعدادات حضرتكم هتكراوها وتعرفوا الفرق بيني اللي هميني هنا ان مثلا الفيديوهات بتاعتنا هصنفها على انها علوم وتكنولوجيا او تعليم او بعض الاعدادات او بعض الفيئات اللي انا هختارها دي السماح هنا لكل التعليقات ان اي حد يدى يعلق على الفيديو ولا لا ممكن المستخدمين يشوفوا تقييم الفيديو اللي بيهميني تحت هنا لو انا باعيز مثلا فئة معينة هي اللي تشوفوا مثلا عمر معين السماح بالتضمين إعلام المشتركين لو الأشخاص اللي هما اشتركوا على القناة الخاصة بيها وعملوا سبسكرايبوا ليها إن هما تروح لهم إشعارات مباشرة إن أنا أضفت فيديو جديد على القناة الخاصة بيها تتابلوهم نفس الإشعارات دي بمجرد تحميل الفيديو زي ما حالكم شايفين بيتم حفظ الإعدادات دي وهنا ده الرابط الخاص بالفيديو لو أنا روحت دلوقتي على الرابط ده بجد إن الفيديو تم رفع القناة الخاصة بي زي ما حالكم شايفين دلوقتي تم نشر في الميديو لو حضراتكم شايفين إن هنا بيتم في الوصف بيبقى كيفية إنشاء حساب بريد إليكتروني في بعض الناس بيبدأ يضيف هنا في الوصف الأشياء الخاصة بيه هو زي الموقع الفيسبوك الخاص بيه القناة بتاعته مثلا أو السيط الخاص بيه الحادث اللي هو عامله مثلا على الفيس أو على الجوجل بلاس من هنا ببدأ أختار مثلا لو أنا عندي هو بيقسم لي الفيديو لأكتر من صورة لتلات صور تقريبا لو في صورة معينة أنا عايزة هي لا تظهر لي المستخدم ببدأ أحدد على الصورة ديت أو هو بيبدأ يختار صورة افتراضية أو هو اليوتيوب بيبدأ يختار ينطقي صورة من ثلاث صور دول بيقسم الفيديو لتلات مقاطع بيبدأ يختار صورة من ضمن الصور ديت ويخليه هي وجهة الفيديو لذلك إحنا أوقات كتير وإحنا بنعرف بعض الفيديوهات بنجد إن أول صورة موجودة عليه مش هي الصورة مش هي بداية الفيديو لكن ممكن تكون من نص الفيديو ممكن تكون من آخر الفيديو عادي جدا في الوصف هنا زي ما قلنا حضراتكم بقدر أضيف القناة الخاصة بيه أو أي لينكات إضافية أنا عايز أضفه بيبدأ هو هنا أولو حفظ التغييرات دو أنا رحت على القناة الخاصة بيه أولو ماي تشانيل أو قناتي بيبدأ بالفعل هنا بيعرض لي إن في الهوم أو صفحة رئيسية بيعرض لي الأول فيديو أنا رفعته حتى بيقول لي إن الواحد بيو ولسه أنت رفع من ثلاثة مينت ببدأ من هنا أختار اللغة اللي أنا عايز أشاهد بيها القناة الخاصة بيه ده مرة تانية للتحميل عرفت إن عملية التحميل بعد الدخول على القناة الخاصة بيه بضغط هنا كليك شمال أو بسحب الفيديو خاص بيه هنا هنا هبدأ أشوف إزاي أبدأ ألتقط من خلال كاميرا الويب لو أنا عندي كاميرا أبدأ أسجل فيديو مثلا حلقة أو درس أو محاضرة أبدأ أسجلها مباشرة وأبدأ يتم رفعها مباشرة على القناة الخاصة بيه على اليوتيوب فأنا هضغط هنا على التسجيل ولو قلت له دلوقتي بدء التسجيل هيبدأ يسجل هنا بيقولي هيبدأ أعدي له تصريح إنه هو يارد من خلال كاميرا أقوله ألاه زي ما حاولكم شايفين دلوقتي هو بالفعل الصوت اللي أنا بتكلمه دلوقتي هو بيتم تسجيله مباشرة على القناة الخاصة بيه على اليوتيوب فأنا هقوله خلاص وأبدأ أدله إيقاف التسجيل لو أنا حبيت أقوله البدء من جديد بابدأ أعملية البدء من جديد لو أنا هقوله دلوقتي متابعة هنا دي بردك ديسكريبشن أو وصف للمحاضرة هكتب مثلا تسجيل ولو أنا حبيت أسيبها بكل الوصف اللي كان موجود عليها أبدأ أكتب بردك إيه تسجيل كاميرا الويب وأبدأ أديها بعض التاج أو بعض الكلمات المفتاحية لتدل عليها لو أنا حبيت إن أنا أعرض من هنا بعض الفئات اللي أنا عايز أضيفها أقوله مثلا أعرضها لي في فئة البريد الإلكتروني الإعدادات المتقدمة أختار بردك علوم وتكنولوجيا وأحدد اللغة وأحدد بردك موقع الفيديو لو أنا مثلا مش عايز أعرض الموقع الخاص بي وليكن مثلا هو في مصر أبدأ أحدد مثلا المكان الخاص بي وبعد كده أقوله نشري دلوقتي تم نشر الفيديو اللي أنا لسه مسوره لو أنا رحت على القناة الشخصية بتاعتي لو أنا ذهبت دلوقتي على مقاطع الفيديو وهاجد إن فيه بالفعل فيديو تم تحمله هنا بيقول لي من دقيقة بالضبط تم تسجيل فيديو مباشر من على اليوتيوب وده الإسم الخاص بيه لو أنا حبيت إن أنا أعرضه بضغط عليه للعرض لو أنا ذهبت إلى قائمة التشغيل هلقي فيه قائمة تشغيل اسمها الإيميل وقائمة التشغيل اسمها الإيميل بجد إن جواها مكتوب عندي هنا إيه مقطع فيديو اتنين يعني معنى كده إن هو جواها اتنين فيديو اللي أنا لسه رفعه اللي هو الخاص بإنشاء بريد إلكتروني والفيديو اللي أنا مسجله من على القناة الخاصة بيه على اليوتيوب لو أنا رحت مرة تانية للتحميل يبقى عرفت إزاي بقدر أرفع فيديو إزاي ببدأ أشغل إن أنا أعرض فيديو مباشرة باستخدام كاميرا الويب وارفعه على اليوتيوب مباشرة هنا لو أنا عندي بعض الصور أو بعض المقاطع ببدأ أضغط هنا عرض الصور ببدأ أحدد بعض الصور لو أنا عندي بعض الصور مثلا على جوجل بلاس على أي لينك خاص بيه ببدأ أحدد الصور الخاص بيه وبعد كده ببدأ أو أحملها من على الجهاز الشخصي بتاعي أحدد ده أنا دلوقتي مجموعة الصور ديه كمترول و ايه وبعد كده أول أوبين هيبدأ يحمل لي الصور ديه على كشرائح أبدأ من خلالها إن أنا أعملها زي فيديو أو باوربوينت شو أو باوربوينت شو إن هو يبدأ يعرض لي الصور ديه في شكل مميز ويعرضها على القناة الخاصة بيعليه بعد إضافة الصور اللي أنا رفعتها لو أنا عايز أضيف المزيد من الصور أضغط هنا لو أنا عايز أضيف المزيد من مقاطع الفيديو على هذه الصور أبدأ أضغط هنا وأحدد مقطع الفيديو اللي أنا عايز أضيفه وأبدأ يتم عملية الرفع بعد كده أقول له التالي زي ما حاولكم شايفين دلوقتي إن هو بيدي لي بعض الأصوات أو بعض مقاطع الفيديو الصوت الموسيقى إن أنا أقدر أضيفها على الصور اللي أنا رفعتها ديت وبيديني عليها شغل أنيميشن أو حركة هنا ببدأ أحدد مدة عرض الشريحة بتكون قد إيه وببدأ أحدد تحريك وتكبير ولا لأ ولا تراشي ببدأ أحدد المراحل الانتقالية لشريحة زي ما حاولتكم شايفين طبعا لو في مقطع صوت معين ببدأ إن أنا مثلا أرفعه ووضيفه عليهم أو هدمجه زي ما أعرف دلوقتي إزاي على برنامج كامتاسيا أو موفميكا بعد ما أتأكد إن أنا عدلت التأثيرات اللي أنا محتاجها ببدأ أقول له تحميل زي ما حاولتكم شايفين دلوقتي بيديني نفس إعدادات التحميل الخاصة بالفيديو اللي أنا رفعته قبل كده أقول له مثلا اسم المشروع ده سوري وده طبعا بيفيدني في المحاضرات إن أنا أقدر أرفع بعض الشرائح الخاصة مثلا ببرنامج معين وعليها مثلا بعض التعليقات الصوتية أو أقدر أرفعها كده مباشرة ويبدأ يشاهدها القارئ على القناة الخاصة به على اليوتيوب هنا بيديني بعض الوصف زي ما اتفقنا أقدر أضيفها للقوائم معينة أو أعمل لها أنشئ لها من هنا قايمة جديدة فانا هضيفها أو أقدر أنشئ لها قايمة جديدة وليكن مسلا اسمها صوري بعد كده أقول له نشر هو بمجرد اجتمال عملية التحميل هنا هيتم رفعها مباشرة لو نضغط على اللينك ده دلوقتي هنا تم النشر أرجع تاني مرة تانية وأبدأ أعمل ريلود للفيديو هيتم رفعه نلاقيه بالفعل إنه هو تم أرجع تاني للتحميل بعض الشرائح وأديها بعض دي طبعا الهنجة أوتو احنا عرفناها قبل كده بالتفصيل إزاي أقدر أبس محاضرة على الهواء مباشرة من خلال ويتم رفعها مباشرة على القناة الخاصة بي على اليوتيوب وعلى جوجل بلاس بيديني بعض الأدوات الزيادة بيديني بعض الأدوات الإضافية أقدر من خلالها أنشئ فاصل افتراضي أقدر من خلالها أرفع بعض المواد التدريبية أقدر أشارك بعض الفيديوهات بين وبين مجموعة المتدربين أو بين وبين الأصدقاء أقدر أتحكم في مشاركة سطح المكتب أقدر أتحكم في الأجهزة الآخرين من خلال بعض الصلاحيات اللي هما يقدروا يدها لي كل دي أدوات وعرفت إزاي أقدر أعمل كنترول على الفاصل الافتراض اللي أنا اشتغلت عليه قبل كده محرر الفيديو أقدر لو أنا عندي بعض الفيديوهات تم رفعها طبعا لصعوبة إن أنا أبدأ أعدل في الفيديو وأبدأ أرفعه مرة تانية ده بياخد وقت فأوليكم مثلا أنا أخد الفيديو ده وهبدأ أجري عليه بعض التعديلات وأوليكم أنا هسحب الفيديو على لو أنا عايز أعدل في الصوت أو أعدل في الصوت هنا أعدل في الفيديو نفسه وأبدأ أقطع في الفيديو دهوت أو أعمل عليه التأثيرات اللي أنا عايزها سواء عملية السطوع عملية التحريك التكبير عملية أصل للفيديو نفسه لإنشاء قوائم التشغيل بروح لقوائم التشغيل على قناتي وأقول له إنشاء قوائم التشغيل وليكن مثلا ديت المحاضرة بعد كده أقول له إنشاء زي ما حدوكم شايفين من المحاضرة الآن مجوهاش أي فيديوهات أقدر أضيف لها فيديوهات من هنا من هنا أقدر أكتب اسم الفيديو لو أنا معي URL هو الموقع من فوق أبدأ أضيفه من هنا لو أقدر أدخل على قناتي أضيفه من هنا ممكن أثناء رفع الفيديو إن أنا أضيف له أكتر من قائمة وليكن مثلا الفيديو اللي أنا هرفعه دلوقتي أضيفه على قائمة اليوتيوب والمحاضرة العملي الخامسة ولو أنا أعيز أضيف له محاضرة جديدة وليكن مثلا محاضرة محاضرة مثلا وليكن أقول له إنشاء ومجرد إنشاء الإسم الجديد أبدأ أعلم عليه وأعلم على المحاضرات السابقة أو أكتفي بالتنين دول بس رفع الفيديو على القائمتين تشغيل دولوقتي هنعرف إزاي أقدر أعدل في بعض إعدادات قوائم التشغيل أدخل على قوائم التشغيل وليكن وجدت بعض القوائم وليكن المحاضرة العملي الثالثة وجدت إن تصحيح الإختبار دي تبقى أول واحدة فبالتالي أنا هروح لمدير الفيديو طبعا أقدر أروح لمدير الفيديو بطريقة تانية وأنا دلوقتي على قائمة بضغط واختار مقار قوائم التشغيل حضر العملي الرقم 3 هنضغط على النص وابدأ إما بسحب الفيديو وأبدأ أطلعه فوق أو إن أنا ببدأ أختار من هنا المزيد وأبدأ أقول له نال الأعلى أو نال الأسفل لو حبيت أضيف بعض المقاطع الإضافية أقدر أضيف من هنا زي ما حالاتكم شايفين معي وإما بكتب الURL الخاص بالموقع أو أبدأ أبحث عن اسم الموقع أو أضغط أضيف الURL بتاعه اللي هو عنوان الموقع من فوق من هنا أو أبحث على القناة الخاصة بي وإيكم مثلا أنا أضيف الفيديو ده للقائمة تم إضافة الفيديو اللي هو اسمه عرض الشرائح لو حبيت أحذفه ببقى فعليه مجرد اللي أقوف عليه واضغط إزالة بيتم إزالة الفيديو لو أنا حبيت أبدأ أحذف لو أنا حبيت أحذف قائمة التشغيل كاملة بضغط على قائمة التشغيل واضغط من هنا أحذف قائمة التشغيل لو أنا حبيت أغير في بعض الإعدادات ديت أبدأ أعدل فيها وأقول له أحب أقدر إن أنا أدخل على مدير الفيديو بطريقة تانية بعد الدخول على قناتي من أعلى الشاشة فوق البانر الخاص بالقناة بتاعتي أقول له مدير الفيديو وأبدأ من خلال مدير الفيديو إن أنا أدخل على مقاطع الفيديو أو أدخل على قوائم التشغيل أبدأ أحدد قائم التشغيل إذا أنا أريد أن أدخل عليها أو مقاطع الفيديو وأبدأ أحددها وأعدل في المحتويات الخاصة بالقائمة أو بالفيديو نفسه سواء من ناحية الوصف أو عنوان الفيديو إلى غير ذلك لو أنا دلوقتي ببحث عن بعض الفيديوهات الخاصة على كaloneت البدرين والي يكن دلوقتي أنا ببحث عن بعض الفيديوهات الخاصة على البدرين على البدرين ليكون على البدرين إن هذا كلها على أكاديمية البدرين ولا يكن مثلاً على البدرين آآ أنا دلوقتي بالفسيع engineer على الفيديو Thomas أيمي سلمان انا عايز اشترك في القناة او اعمل سبسكرايب ببدأ اضغط سبسكرايب على بيبدأ اعرض لي بعض الفيديوهات انا عايز ادخل على القناة الخاصة بالشخص اللي هو عمل الفيديو ده ببدأ ادخل على القناة الخاصة به بيبدأ يعرض لي دي القناة الخاصة بالشخص اللي كان عامل الفيديو ببدأ ان انا اتصفح بعض الفيديوهات لو انا لقيت ان فيه فيديو معين عجبني لشخص الاشتراك فيها او ان انا اتابعها بابدأ اقول له اشتراك في القناة الخاصة بالشخص ده. قول له موافت. بـ انا كده اشتراكت في القناة الخاصة بالشخص ده. بابدأ ها. لو انا اجيت في الاشتراكات الخاصة بي. اا لو هو عمل فيديو جديد او رفع فيديو جديد باجد انه هو اا هنا مكتوب مثلا ستاة وتلاتين اتنين تلاتة سبعة. بيبدأ يقول ان هو رفع فيديو او اتنين.